كمبوديا في ناس كتير بتسمع عن كمبوديا هي في جنوب شرق آسيا وعندها أشهر وجبات بتاحها هي العنكبوت عنكبوت آه ناس بتاكل السمك وناس بتاكل اللحمة بس كمبوديا بالذات بتاكل العنكبوت بس في فترة من الفترات الزمانية كان الطعام قليل جدا في كمبوديا فالتجأ السكان في المنطقة دي بيكلوا العناكب أي العنكبوت وإنما إيه؟ بيعملوا لهم بهارات وخلطة وكل حاجة وبعدين يقلوها في الزيت وبعدين يعملوها في السكر وبدأت الوجبة الأساسية بتاع كمبوديا هي أكل العنكبوت ومش كده لا ما أقفوش على كده ده حتى من الزوار لما يجيهم يقدموا لهم العنكبوت كوجبة خفيفة أوعى تروحوا لكمبوديا لو عايزين تروحوا لكمبوديا ما تاكلوش العناكب الولايات المتحدة الأمريكية ولايات المتحدة الأمريكية USA تعرفوا بيكلوا إيه؟ وبيحبوا إيه؟ التمساح بيكلوا تمساح أنا سمعت كده وبشوف الأفلام الأجنبية أن التمساح بيكل البني آدم بس مش البني آدم بيكلوا التمساح نعم فيه أماكن معينة في الولايات المتحدة الأمريكية وفيه مزارع كبار ومزارعين بياخدوا التمساح وبياخدوا على أصخم أصخم المطاعم هناك ولقوا مش كده الإقبال عليه كبير لأن الخبراء بيقولوا أن التمساح فيه أفضل أفضل كميات وأكبر كميات من البروتين وده يعتبر من أفضل اللحوم مبين أنواع اللحم كلها على البقرة على المعز على مش عارفة إيه فالتمساح يعتبر من أحسن اللحوم الموجودة فكده الخبراء بيقولوا دي هي أمريكا البحرين البحرين بصفة عامة تقولوا إحنا الخليش عندهم أكلة متميزة جدا بيحبوها الخليجة وبيحبوها كمان الشرق الأوسط هي التكة البحرينية التكة البحرينية دي معروفة بطريقة الطبخ بتاعتها بتعتمد على حاجة اسمها اللمون الأسود وبذلك هي طابع يعني زي من قولوا شعبي كتير وتلاقيها في كل المناسبات والأفراح بتاع البحرينية وفي كل المطاعم اللي عايز يدوق التكة البحرينية لازم يروح البحرين عشان هي موجودة في مصر آه نعم موجودة في مصر في المطاعم في بعض المطاعم التكة وموجودة الخليج بس في البحرين هي الأساس اليمن اليمن والمندي أنا أعرف أن المندي مشهور كتير في السعودية بس مش أصل صعودي لا أصل يمني وعنده طريقة المندي ده يعني في طريقة الطبخ بتاعته في حفرة بس متكون من الرز واللحمة أو الدجاج إزاي في حفرة طيب يا بسمة هي نعم بيطبخوا في حفرة بيحفروا حفرة كبيرة وحطوها في برميل وحطوا عليها اللحم أو الفراخ أنت حتطبخي باللحم أو الفراخ بيحطوها على الشبك البرميل يعني زي كده الشبكة بيحطوها وبعدين يحطوا الروز فوقها ويقفلوا على البرميل جامد وكده المندي ده بيطبخ بالبخار وبعدين يخرجوه بالحفرة دي السلام تصوروا أنا نفسي أدقها دي حنشوف المندي ده مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر